موسيقى مساء الخير مشاهدين العزاء و أهلا و سهلا فيكم و حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا اسمحوا لي اليوم قبل ما نبلش حلقتنا لليوم أن نستوقف عند موضوع المي شو يعني المي و شو دورها و ليش هي مهمة طبعا إحنا كنا بنعرف أنه إحنا مع اقتراب و دخول فصل الصيف و إحنا الآن بلشنا الربيع إحنا الربيع أنا مش كتير بكون يعني ربيع بقدر ما هو تاخد درجات الحرارة بالإزدياد كثير من الناس بتهم الموضوع شرب الماء و بيعتبروا أنه المي هي عند الاحتياج أنا برأيي المتواضع طبعا أنه المي يجب أن تكون عادي بمعنى أنه مش لازم أشرب مي بس فقط لما أكون أنا عطشان لا يجب أن يكون هناك تعود على شرب الماء أنه بمعنى شو بمعنى أنه يجب أن يكون هناك فيه بشكل دوري أني أمسك كاسة المي وأشربها و في نفس الوقت يكون فيه عندي سلوك يومي في هذا الموضوع ما أستنى حالي لحد ما أعطش ما أستنى حالي لحد ما جسمي يطلب المي لأنه فيه ناس بكم ما تشربش كاسة واحدة في اليوم وبالتالي وجود المي أو ضرورة وجود المي في منظومة حياتنا اليومية هي ضرورة ملحة جدا وهذا طبعا نابع من احتياج الجسم لأنه كنا بنعرف أنه تقريبا السوائل بتشكل 70% من جسم الإنسان عشان هيك ضرورة مهمة جدا طيب يا دكتور أشرف شو فوائد المي يعني ليش أنت كتير يعني ملح لهذا الموضوع فوائد المي كثير جدا إذا حكينا رح نحكي عن كل الأجهزة الحيوية داخل جسم الإنسان ابتداء من الدماغ من العيون من الجلد من جهاز التنفسي من الجهاز البولي من الجهاز الهضمي كل هذا بحاجة للسوائل والمياه لنشاطه وفعاليته وعشان هيك طبعا ما بننسى وجعلنا من الماء كل شيء حي مش بس الإنسان حتى النبات والحيوان كمان بحاجة للمي فما بالك الإنسان طبعا مع اقتراب فصل الصيف عم نصرف طاقة كبيرة جدا عم نصرف سوائل خلال العرق والتعرخ ومرنا بفصل الشيطة فصل الشيطة كثير من الناس كانت تحاول ما تشربش مي بس عشان ما بداش تروع الحمام هذا إذا ضلوا السلوك مثل هيك الإنسان بفوت في مشاكل متعلقة في كافة أجهزة الجسم وبالتالي إحنا بحاجة لشرب المي هذا بياخدني طبعا لموضوع مهم جدا وهو كيف بدنا نصرف المي إحنا بلد للأسف تحت الاحتلال إحنا بلد للأسف مصادر المياه تقع تحت قبضة الاحتلال ما خلى أي منبع للمي أو بيار مياه إلا وتم استغلالها وأخذها لإلو الاحتلال عشان هيك أنا بقول إحنا بنواجه مشكلة اليوم والفترة هاي في المي سواء في الضف أو في قطاع غزة بنواجه مشكلة بنواجه مشكلة انقطاع فترات طويلة للمي عشان هيك أنا بتمنى من كل الناس يكون فيه هناك تقنين لصرف المياه تقنين لاستخدام المي ما بصير نفتح المي ونتركها ما بصير إنه أنا أروح بدي أغسل الشارع وبيدي أغسل السيارة وبيدي أغسل الحطان وأهدر طاقة كبيرة جدا من المي صح بندفع حقها يعني بالآخر المواطن بندفع حقه ولكن المشكلة مش في الفلوس المشكلة إنه المي هاي مش موجودة عشان هيك رجائي من كل الإخوة والأخوات وإحنا على فصل الصيف مقبلين استخدام المي يكون مقنن وعنده ضرورة ويكون هذه المياه إلها ضرورتها الملحة طبعا مشاهديننا المي هي مصدر الحياة والماء هو مصدر الوجود الإنساني بشكل عام ووجوده مهم جدا للصحة العامة للبشرة مهم جدا للجلد مهم جدا للعيون زي ما حكينا مهم جدا المطلوب من كل إنسان أنه يشرب كل يوم أقل شيء إحنا بنحكي عن اثنين لتر أنا برأيي إحنا بفصل الصيف بحاجة كمان لثلاثة لتر مش لترين فبالتالي شرب المي يجب أن يكون هو سلوك وليس سلوك وتعود وليس احتياج عشان إحنا نقدر نصل إلى بر الأمان مع جسمنا وطأ وأخذنا للمياه مشاهدين العزاء موضوع الحلقة اليوم راح يكون حول مرض السكري راح نتعرف من خلال حلقتنا اليوم على أنواع ولماذا يحدث وكيف يحدث وما هو الجديد إحنا لسا عايشين بعقلية القديمة في كثير من المرضى بعايشين بالعقلية القديمة في التعامل مع مرض السكري راح نناقش مرض السكري من كل جوانبه راح ناخد اتصالاتكم أكيد ولكن راح نصديف طبعا كمان ضيفنا العزيز في الاستوديو اللي راح بعد قليل يكون معنا في الاستوديو ولكن خلونا نروح نشوف تقرير حول موضوع حلقة اليوم ونعود لاستقبال ضيفنا الكريم هلا بكم مشاهدين مرة تانية وموضوع حلقة اليوم هو مرض السكري وضيفي لليوم صديقي وأخصائي الأمراض غدد الصماء والسكري الدكتور محمد زيدان اللي بنقول له مساء الخير وشكرا لقدومك يا دكتور محمد مساء النور أهلا أشرف دكتور محمد في البداية اسمح لي بس أنه أنا يعني إحنا كثير حكينا عن مرض السكري وكثير ناس بعرفوا يعني شو صارت مرض السكري بدنا اليوم ناخد منحنيات جديدة في هذا الموضوع ونحكي عن يعني في البداية يعني أول سؤال يعني متى بنقول أنه المريض هو مريض سكري يعني هذا سؤال مهم جدا لأنه أغلب الناس تروح بتعمل حتى في البيت تعمل للفحص أحيانا بلاي 110 أحيانا بلاي 80 أحيانا متى بنقول هذا مريض مريض سكري إذا كانت قراءة السكر أكثر من 100 لمرتين على صيان فهذا مريض سكري إذا كانت أكثر من 100 على مرتين فهذا مريض سكري طيب يعني إذا راح المريض عملها مرتين إنت هيك على فكرة يعني أحبطت أغلب الناس على كل الأحوال يعني لأنه أغلب الناس بتعملها يعني بيطلع أكثر من 100 طيب السؤال اللي أنا برضو بدي أسأله عشان برضو الإخوة المشاهدين يعني هل هذا الفحص الصباحي الصيامي اللي بنعمله لو كان الواحد قبل بليلي ماكل ودبكها كويس وماكل حلو هل يؤثر على القراءة تاني يوم؟ هذا نفس السؤال اللي نسألته اليوم لمرضة عملت كانت مبارح بتقول لي أنها ماكلة كثير نعم وكنافي ومش عارف إيش هذا السؤال 116 نعم نعم هو لأنه في الوضع الطبيعي بعد 8 ساعات مهما تكون أنت أكلت من كمية كاربوهايدرات أو بروتينات تفترض أنها تعرضت لعملية هضم وامتصاص بحيث أن الجسم ومنظومة الإنسولين قدرت أنها تتخلص من الزائد وكون فحص الدم عندك أقل من مية نعم وهو إذا كنت أنت شخص طبيعي حتى لو أنك أكلت صدرك نافي بلها تكون السكر وخصوصا بعد مرور 8 ساعات سيام نعم نعم وأنا حكيت مية لأنه إحنا طبييا هو 126 لكن إحنا بنقول المرحلة ما بين 100 إلى 126 هذه مرحلة ما قبل السكري هذه إذا لم تعتني فيها تحولت إلى سكري يعني لازم تتحول إلى سكري لازم لازم إذا ما كانش فيه اعتناء طبعا طبعا نعم عشان هيك إحنا من باب الحرص بنقول أنه إذا أنت قصد سكرك كان السكر أكثر من مية لازم يتعامل مع حالك كأنك مريض سكري لأنه كذلك المخاطر التي تصيب المريض السكري هي أنت معرض إلها لما يكون سكرك من 100 إلى 126 طب يا ترى السكر يعني تعتين هيك لمحة سريعة شو اللي بيصير عند مريض السكري يعني إيش اللي في جسم الإنسان بيصير لما يرتفع السكر في جسم الإنسان بيرتفع السكر في جسم الإنسان إحنا بنحكي إنه السكري هو متلازمي متلازمي بمعنى ارتفاع السكر هذا رح يؤثر على الشرايين الدم الشرايين الصغيرة الشرايين المتوسطة والشرايين الكبيرة نعم في النهاية أي عضو في جسم الإنسان هو سوف يغذى فيه واحد من هذه الشرايين طيب وين بتكون المشكلة في الإنسولين؟ يعني إيش دور كل جزئية في هذا الموضوع؟ في ثلاث أشياء نعم أول إشي بتكون في الإنسولين بس قبل ما تكون في الإنسولين بتكون في حاجة مهمة جداً اللي هي ما نسميها مقاومة الإنسولين إذا كنا نتكلم عن السكر النوع الثاني نعم مقاومة الإنسولين بمعنى أن الجسم مش قادر يتعامل مع كمية الإنسولين المفروضة إنها هي موجودة في جسمه بحيث إنها تؤدي الغرض يعني أنا موجود لو افترضنا هيك هيك بالعربي يقول عندي كيلو الإنسولين في جسمي هذه الكيلو الإنسولين مفترض تقوم بعمل كافي لكن إذا هاي كيلو الإنسولين صارت تواجه بأنه في صعوبات في حواجز أمامها في دخولها إلى الخلايا في أنه هذه الخلايا تتخذ هذا الإنسولين يتعامل معه بطل الجسم قادر فإذا اجتمعت هذه مقاومة الإنسولين هو وظيفة الإنسولين دائماً أنه هو أحد وظائفه طبعاً أنه هو لما يفرز في جسم الإنسان أنه يحرق يدخل السكر لخلايا الجسم والأشياء الثانية يستفيد منها إذا بيوزحها إذا بصير فيه خلال بيبطل قادر يقوم بالمهمة وبالتالي السكر الموجود في الدم خليناك نبسطها صار موجود في كل الأوعية الدموية معناته هاي الأوعية الدموية معرضة لعوامل استرس لعوامل ضغط متمثلة في السكر بده يصير فيها التهابات بده يصير فيها تكون خثرات بده يصير فيها جفاف نوع من الجفاف بحيث أنه بصير فيهعنه تأثير على العين تأثير على القلب تأثير على الكلة تأثير على العصاب تأثير على الدماغ عشان هيك أنا بحكي للمريض السكر إنتا معرض لأي مشكلة تتصوراً في بعض الأحيان بيجي المريض كل دكتور أنا إلى سبعين ثلاث في عندي براسي حكي في عندي براسي حب وهذا الحب مشقاعد نتيجة نجم نكتشف نجم نلاقي أنه السكر صار 300 مجرد أنه أخذ دواء مثلا بدأ السكر يتحسن بكل الدكتور هاي بعد أسبوع كله هذا راح ليش؟ لأنه السكر أثر على منظومة الجسم كاملة وهذا التأثير اللي هو استمراره مع الوقت سوف يؤدي إلى المشاكل والمضاعفات برضو دكتور محمد من الأشياء الملاحظة أنه إحنا بيجيك يعني صديق أخ مريض بيجي بولك أنا عمري ما شكيت من أي شيء بس أنا اليوم راح اتفحصت لقيته 210 220 300 يا ترى هل هذا في واقع الأمر بيكون قراءة حقيقية يعني فجأة بيرتفع ولا هو أريدي بيكون مرتفع من أول هو مش عارف؟ نعم هو بيكون إله 3 4 5 وأكثر من الشهور هو مرتفع لكن مش عامل أعراض للأسف إنه مرات لحد ما يوصل لأرقام مرتفعة جدا حتى يبدأ يعمل أعراض وينتفيه لها الناس نعم لشان هيك يحنا بنحكي إنه جزء مهم من متابعتنا لموضوع السكري هو إنه نفحص مبكرا نعم لأنه أنا هاي الفترة بستفيد منها يعني أنا معناته أنا لما أجي ألاقي السكر 250 و300 معناته أنا بدي أحكي للمريضي إنه هذا السكر اللي عندك الآن أكثر من 3-4 سنين 3-4 سنين نعم سنين طيب بنكتفي بقراءة واحدة؟ إذا كانت بأرقام عالية بنكتفي إذا كانت بالأرقام اللي هاي بنحكي فيها مية وستاش ومية وسبعتاش ومية وخمسة وعشرين ساعتها بنكرر طبعا مشاهدينا مرض السكري ومرض مزمن ودائما أنا أحب أعيد وأزيد في مقولي دائما أحبها وأقول إنه مرض مزمن ولكن إن صادقته صادقك إن حبيته بيحبك إن عاديته وتكبرت عليه سيضيقك من الألام ما لا تستطيع أن تتحمل ومن الإحصائيات خلال حلقتنا اليوم رح نسرد خلال حلقة مجموعة من الإحصائيات العالمية واللي متعلقة بمرض السكري على مستوى العالم والليك رح ناقش فيها الدكتور محمد برضو وهو أول حقيقة وإحصائية عالمية تقديرية طبعا إنه ارتفع عدد المصابين بمرض السكري من 180 ملايين شخص عام 1980 إلى 422 مليون شخص عام 2014 لسه قبل 4 سنين يعني إحنا منحكي الآن بجوز كمان بدك تزيد لك كمان بجوز 100 ولا 150 مليون مريض دكتور محمد هل هذا الارتفاعات في بلدنا كمان ماشي في نفس الوتيرة؟ نعم هي للأسف في بلادنا ماشي في نفس الوتيرة وفي أعلى إحنا منتكلم عن إنه في خلال هاي سنين تضاعف تضاعف يعني مرض السكري ويتوقع إنه من هون لل35 كمان يتضاعف نعم صحيح يعني هي الأرقام إنها عمالها بتزايد في بلادنا أكثر في إحنا كما نسميها البلاد التي تحت التطور يعني الـ developing countries هذي كما يسلمونا الغربيين بهذا الشكل إحنا معرضين أكثر لحدوث مرض السكري طب ليش ليش؟ تغيير الشيء الأساسي اللي صار هو التغير الكبير في نمط الحياة يعني هم منتعر طب عامل الوراثي مش عامل رئيسي برضو يعني سواء عنا أو عندهم يعني عنا هنا عامل مهم أنا بتذكر واحد مرة كان في أمريكا بقول لما قاله منه وهو من الأردن على أيام قالوا أنت أردن ما عادوا أنت عندك سكري آآ على اعتبار آآ يعني بمعنى أنه نعم هي كما يسموها يعني إحنا العرق العرق تبعنا صحيح نعم لما كنا نتكلم في الخليج أنه في بعض الرقام 40 أربعين في المئة من المئة وصلت في بعض البلاد صحيح البحرين للإمارات حوالي 40-42 هذا مرتبط بالوراثي ومرتبط بحقيقة أخرى وهي السمنة المفرطة نعم وهذا اللي خلاها هيك تطفو إلى السطح بهذه القوة طب لو سألتك يعني إيش في الـ 2018 يعني زمان كنا نحكي عن أسباب عديدة ولكن اليوم صارت دايما الدراسات توجه إلى تحديد في أي مرض تحديد عوامل رئيسية دايما لكل مرض السكري إيش في الـ 2018 من قول هو العوامل أو الأسباب الرئيسية لهذا المرض يعني إذا بدأ أقول السمنة اللي ما زالت عامل رئيسي والعامل الوراثي بيجي فيها فيما بعد لأنه كمان الآن بالمناسبة في أبحاث كانت تتكلم عن أنه إذا لم يعمل نوع من الأبحاث بحيث أنك تشوف الـ DNA تاع المريض هذا بحيث أنه ممكن تقول أنه مثلا محمد العلاج الفلاني هو أفضل إله وأشرف مثلا العلاج الفلاني أفضل إله وعلي العلاج الفلاني أفضل منه بحيث أنه إحنا ندخل العوامل اللي إلها علاقة بالجينات نعم في هذا الرئيسية طبعا هذه لا شك أنها تحتاج إلى سنين حتى تكون أكثر وضوحا لكن هذا هو ما نسميه إحنا التأثير الأبحاث وفائدتها للمستقبل على موضوع السكر وعلاجه طبعا في شغلة مهمة جدا بس حابب ألفة انتباه المشاهدين لإلها لما بنحكي عن العامل وراثي وخصوصا في مرض السكري ليس بالضرورة يعني أن الواحد عنده أبو أمه أو أبو أمه عندهم سكري أنه يعني راح ينصاب راح ينصاب هناك في أي مرض وخصوصا السكري في العوامل الرئيسية زي عامل وراثي مثلا أوكي والسمنة ولكن في عوامل في عوامل مساعدي عشان هالعامل الوراثي يشتغل وصير المريض سكري فبالتالي السلوك اليوم زي السمنة زي اللايف ستايل تبعنا قلة الرياضة كل هاي عوامل مساعدة دكتور محمد للعامل الرئيسي اللي موجود بمعنى أنه مش بالضرورة كل واحد أنه يعني زي تبصم عليها بالعشرة أنه أبوه عنده سكري بيصيبه سكري صحيح يعني الكبريت والحطب نعم بدك تشتغل عليهم اثنين نعم بدك تكحة الكبريت وتحطها فوق الحطبات حتى يوليهم وهاي نفس الاشي يعني بمعنى أنت يعني هذا الاشي كمان أنا كثير عجبني وإحنا في بداية التقريق ومتكلم عن النوع الثالث اللي هو عند السيدات الحوامل فهنا بنحكي لهم صحيح أنه انت صار عندك سكري في الحمل وعندك فرصة عليه كيف بدك توقفيها كيف بدك تكسري هذه الدائرة بحيث أنك أنت مجرد أنك تولدي تحافظ على أنك تنزل لوزنك تحافظ على أنك تلعب الرياضة بحيث أنه ما تصريش أنت معرضة أكثر للإصابة للإصابة مع السكري طيب دكتور محمد بشكل هيك يعني مختصر الفرق ما بين النوع الأول لنوع الثاني بين السكري النوع الأول هو معتمد بشكل تام على الإنسولين ليس له علاج إلا الإنسولين ويتم تشخيصه مبكرا الأعراض بتيجي نعم فيه أسرع يعني بس خلال إحنا قلنا أنه ممكن الشخص المريض الثاني ممكن إذا شخصنا اليوم نحكي له أنت السكري عندك من ثلاث إلى خمس سنين لا مريض السكري النوع الأول عادة بتشخص خلال شهر إلى شهرين بتكون صارت الأعراض واضحة وبتشخص كمريض السكري ويعتمد بالأساس على العلاج الأساسي هو الإنسولين أي أن كان نوع الإنسولين مرة مرتين ثلاثة مضخة الإنسولين البنك رياس الصناعي أي أن كانت هذه لكن هو بحاجة إلى إنسولين بشكل مستمر ودائم طبعا مشاهديننا من أنا برؤية نظري طبعا بأنه من أهم أو من أحد عوامل ازدياد وارتفاع نسبة مرض السكري هو الرفاهية الزايدة اللي إحنا صرنا نعيشها في السنوات الأخيرة الرفاهية مش شرط يعني أنا أقصد أنه الواحد معه فلوس لا يعني قلة الرياضة قلة الحركة نوع الأكل اللي بناكله فبالتالي ارتفع وهذه حقيقة أخرى جديدة رح نحكي فيها اليوم وهو ارتفع معدل انتشار السكري على المستوى العالمي لدى البالغين الذين يزيد أعمارهم عن 18 سنة من 4 و7 بالعشرة في عام 1980 إلى 8 ونص في عام 2014 وهذا أنا برأيي الارتفاع برأيي أنه هذا مربوط لا أعتقدش بالعمل وراثة دكتور محمد هذا مربوط بالسلوك باللايف استيلي والرفاهية العالية صحيح وهو الآن متكلم عن 12% 84 في 2000 2014 اليوم نحكي عن 12% حوالي من نسبة لهم البالغين لأكثر من 18 سنة 18 سنة لسا احنا ما حصناش كمان الأقل من 18 سنة وهذا مجموعة من الناس قاعدة يرتفع عندهم السكري النوع الثاني احنا الأقل من 18 سنة غالبا كنا بس بنشوف عندهم السكري النوع الأول اللي هو النوع اللي ملوش علاقة في الأكل وملوش علاقة في الرفاهية والآخر لكن صارت في عندنا مشكلة أنه في عندنا في هذا العمر اللي هو ما بين 10 إلى 18 سنة ازدياد السكري من النوع الثاني اللي هو مرتبط بشكل أساسي أو يعني مرتبط بشكل مهم في موضوع الرفاهية وموضوع زيادة الوزن نعم وإحنا ملاحظ برضو في بلدنا أنه في ازدياد بالوزن بشكل ملحوظ كبير وخصوصا عند المراهقين والأطفال في ازدياد بالوزن يعني مهول طلع على مطاعمنا نطلع على طبيعة حياتنا وسلوكنا إحنا حتى في رفاهية لما بنترفها شو من نروح بروح نأكل في مطعم شو من نروح نأكل بروح نأكل لا وكمان الرفاهية اللي بقصودها دكتور محمد يعني حتى إحنا بنعود في بيوتنا إحنا ويعني وحتى لولاد يعني أوكي ما بتحركش يعني ولا شيء كل شي عنده اللابتوب تبعه يعني جنبه تلفزيون عبال وأيباد يعني ما في مجهود إحنا عم نصرفه كنا زمان إحنا جهدنا ولعبنا كلياته في الشارع نحن كانت كانت أمي بتذكر الله يمسيها بالخير الحجي اضطارد وراي نص البلد عشان أروح ساعة عشرة بالليل بالضبط يعني أنت كان النشاط اللي أنت بتفضل وتستنفع فيه هو أنت وجدك في الشارع تلعب مع أصحابك مع أقرانك في أي شيء لكن هذا الآن صار مشتودي طبعا مشاهديننا من عوامل الخطورة الإصابة بمرض السكري هو قلة النشاط البدني وازدياد السمني والسمني الملحوظة بشكل مضطرد في السنوات الماضية واللي أصبحت هي نقوس خطر يدق كل باب بيت وكل إنسان أن السمني الموجودة أصبحت تهدد كل إنسان مش بس في مرض السكري في أمراض كثيرة طبعا مشاهديننا بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا على أرقام هواتف أمامكم على الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالدنيا دكتور محمد يعني تنظيم لما بنحكي عن النوع الأول والنوع الثاني يعني بيجينا النوع اللي هو بتاع الحمل ولازم نتطرق لإله وهو أنه الست وصاب بالسكر ليش بيصير عند الست الحمل ليش هي قابلة للإصابة بالسكر أثناء الحمل الجزء المهم هو التغيرات الهرمونية المصاحبة لعملية الحمل نعم تغيرات الهرمونية هاي تزيد من مقاومة الإنسلين وإذا كان عندنا كمان شوية عامل بمعنى عامل وراثي أو عامل سمني موجود سابقا ما قبل الحمل نعم فأصبحت عندنا تكاملة العوامل مع في الغالب معظم سيداتنا نتيجة الحمل وتعب الحمل قلة الحركة فكلها اجتمعت مع بعض كل العوامل اجتمعت مع بعض فاصلنا فيما نسميه سكر الحمل ولازم نهتم بشكل أساسي هنا نركز على أنه احنا من كل سكر الحمل نتكلم عن السكر الذي يبدأ غالبا في الشهر السابع يعني هو بلاياته عادة في الشهر السابع السادس والسابع نعم في بعض الأحيان احنا بنكتشف السكر في الشهر الأول أو الثاني حينا بننبه السيدة أنه غالبا قد يكون هذا هو السكر النوع الثاني اللي بدأ في هاي الفترة عشان هي تكون عارفة أنه هذا مش رح تتخلص منه إذا كان بدأ في هاي الفترة بده نراقب أكثر معلش عشان أفهم منك يعني والناس يفهموا علينا احنا بنحكي حتى في السكر الحمل في نوعين إذا بلش في الشهور الأولى نقول أول شهرين أو ثلاث شهور هيك نعم هذا إلو وضع وإذا بلش في الشهر السابع إلو وضع تاني إذا بلش في الشهر السابع هذا يعني أنه غالبا رح يختفي مجرد ما تولد يعني السيدة بس إذا بلش بالأول يعني في فرصة أكبر أنه نعم هو السكر المتواجد ورح يظل موجود حتى ما بعد الولادة نعم بشكل خطر هذا السكر على الحمل بشكل عام شكل خطر كبير إذا لم يتم التعامل معه شكل خطر على الأم وشكل خطر على الجنين ومضاعفات دائما أكثر نعم في كل مضاعفات الضغط والزلال مضاعفات الأولاد القيصرية ولا سمح الله مضاعفات على الولد أكثر هي مقارنة في السيد الحامل اللي عندها سكري خاصة إذا لم يكن منتظم طبعا إذا كان منتظم تصير الخطر تقريبا متساعد طيب إحنا معناته هيك بنحكي عن حكينا عن نوعين رئيسيين هو النوع الأول من السكري هو النوع الثاني وكل الناس بعرفون النوع الأول هو المعتمد بشكل أساسي على الإنسولين النوع الثاني وعادة بيكون مربوط في مرحلة الطفولي وفيما بعد النوع الثاني غير معتمد قد لا يعتمد مش بالشرط يعني مش بالضرورة قد لا يعتمد على الإنسولين والنوع الثالث هو اللي هو المحير بنسميه خلينا نقول هو الحوامل أو السكري الحملي واللي غالبا ما يبدأ بعد الشهر السادس عادة في أثناء الحمل وغالبا في كثير من الحالات بمجرد انتهاء الحمل تنتهي القصة ولكن تنتهي القصة لا يعني أنك أنت تهملي أو ما تتابعي هذا الموضوع لأنه ممكن جزئية ولو خلينا نقول نسبة قليلة أن يبقى هذا السكري فيما بعد وهيك بيكون بحاجة إلى متابعة مستمرة دكتور محمد عادة المريض السكري يعني سواء خلينا نحكي الأطفال حتى الكبار إيش الإشي اللي ممكن يعني خلينا نقول أنه هذا الولاد ممكن عنده سكري أو المريض نفسه الكبير يقول أنا والله شاكك أنه فيه عندي سكري شو العلامات الأولية فيه علامات أولية قبل ما تصير تدهور الحالي تعب إرهاق كل التركيز في بعض الأحيان شعوره بالرغبة إلى الأشياء الحلوة في بعض هاي المريضة اللي أنا حكيت لك عنه اليوم بيتنا 116 تقول لي دكتور أنا مش حارف أبطل آكل يعني أنا بخلص غد بكون أدور هيك على أشياء حلوة هذه من العلامات المهمة من العلامات اللي ممكن نطلع فيها على حالنا إذا كان فيه خاصة عند الكبار وعند الناس اللي عندهم زيادة وزن إذا كان فيه سواد حول الرقبة أو تحت الإبط هذا علامي على وجود مقاومة الإنسولين سواد في نحض الرقبة أو تحت الإبط تحت الإبط هذا علامي مهمة إنه إحنا لازم نتابع نعم الشيء التاني كمان السيدات اللي عندهم تكيّس مضايض لما بيكونوا بيراجعوا طبيبهم طبيب الحمل والولادي هذول السيدات برضو معرضات أن يكون عندهم سكري أكثر من غيرهم هاي أشياء بتخلينا ننتبه لحالنا إنه هل إحنا مطلوب مننا إنه نفحص هذا وندور على موضوع السكر في عمر أبكر وفي طريقة أسرع حتى نتجنب لا أسمح الله إنه ما نوصل إلا وإحنا عندنا مشاكل سكري حبي حيث إنه إحنا في بعض الأحيان قاعدين نكتشف إنه في نسبة جيدة من المرضى بنكتشف السكري عندهم متى بنكتشف السكري عندهم بعد أن يكون تعرض إلى جلطة جلطة دماغية أو جلطة قلبية إحنا أول مرة بنكتشف بتركصوت فيه نعم بيجي المريض على الطوارئ وهو عنده وجع في صدره عنده لا سمح الله جلطة وعنده سكري فهذه أشياء مهمة إنه ننتبه عليه طبعا العلامات اللي بنحكي عنها هي علامات قد تتشابه في كثير من الأمراض يعني واحد تعبى مرهق مش مركز للوهن الأولى ممكن الواحد يعتبرها إشي عابر ولكن اللي بيفيدنا فيك حالات هو الزيارة الدورية للطبيب الفحوصات المخبرية المتكررة واللي مفروض نعملها بشكل دوري ومنتظم هي اللي ممكن تكتشف لنا مبكرا عن الكثير من الأمراض ومن ضمنها مرض السكري معنا أم أحمد من رمالله مساء الخير يا أم أحمد أم أحمد مساء الخير أم أحمد طيب صباح من الظاهرية مساء الخير ماشي راحت صباح برضو ماشي خليهم يسمعونا وأكيد رح نجوهم على أسئلتهم دكتور أم أحمد يعني الموضوع لما بنحكي عن مرض السكري فيه له تبعات وفيه له مضاعفات ولكن قبل ما نروع المضاعفات بدي بدي نفهم منك يعني ماتا بنقول هذا المريض بدي أعطي دواء وهذا المريض بدي أعطي إنسولين وهذا المريض بدي أعطي دواء وإنسولين وهذا بدي أعطي حبوب وهذا نوعين وهذا نوع قصة كبيرة لأنه فيه كتير من الناس للأسف ليش أنا بدي أستوقف عند هذا الموضوع بقول لك أبو محمد جارنا عنده سكر وأنا فحصت لقيت عندي سكر أخذت من نفس الدواء تعب أبو محمد وهو أن تبدأ المصيبة الكبرى نعم وإحنا كل مريض سكري له قصة صحيح مختلفة تماما يعني صحيح أنه قد نتشابه في بعض الأدوية المريض الثاني يحتاج إلى نوعين يحتاج إلى نوع مع إنسلين نعم هذه الأشياء كلها كل العوامل مع بعض كل مريض له قصة رح نستوقف عند هذا الموضوع بس أختنا أم أحمد رجعت بدناش بعد أن تزعل علينا وتقول بنطول عليها مساء الخير يا أحمد مساء الخير دكتور يسعد لي هالمساء يا رب تفضلي سؤالك مساء الخير دكتور سعدني نعم ولد نعم نعم نحن مش سمعين إشي تقريبا يعني وضحي صوتك لو سمحت عندي ولد علوة 23-20 نور يعني بحب إشي الحلو كثير يعني ما بوقت إلا شغلت فيها قطر الشغلات فيها الحلو طيب يعني يعني بضع في الحلو بخلص فأنا بدي أحمق كل يعني هل أكل السكر والحلويات بالكمية هاي ممكن تؤدي إلى السكري ولا لا هذا السؤال أنا أحمق أبوك أبوي أنا معهم سكري أمك وأبوك عندهم سكري يعني يعني بالحل سكري ماشي هذا سؤال مهم جدا أشكرك أم أحمد وهذا سؤال دايما نحن ننسئله دايما نحن كل الناس يسألوه عفيكي ربي ألف سلام عليكم طبعا أنه يطرى لما بأكل وفي ناس عندهم شراها في أكل الحلويات يطرى هل أكل الحلويات المستمر ممكن يؤدي إلى السكري سنشوف رأي دكتور محمد علامي الخليل مساء الخير أتكراها في دكتور يعني فيك ربي دكتور بدي أسأل أنا يعني سليم ما فيش لي معي سكري بس بي فيه بالعيلة يعني سكري لازم واحد يسوي فحص قبل أو يعني يعرف من قدمي ينصاب يعني سؤال مهم جدا إذا كان دكتور محمد هيك بدي يسأل أخونا على إذا كان في العيلة هيستوري أو تاريخ مرضي لازم أعمل طب كل أديش أعمل الفحص واش مقومات الفحص شكرا يا أخ علاء سؤال مهم أنا برأيي جدا طيب شكرا جزيلا يا أخ علاء نرجع لما هضوع أم أحمد وهذا من الأسئلة طبعا اللي أنت بتواجهها بجوز كل يوم في البيت وفي الشارع وكل الناس بسألك نفس السؤال نعم يعني هو أكل السكريات لحاله ما بيؤدي إلى سكر إلا إذا كان بكثرة بحيث أنه أدى إلى سمنة وزيادة وزن نعم بهذه الطريقة وهذا للأسف وخاصة أم أحمد حكت عن طفل اللي عمر ثلاثة سنين مع وجود التاريخ العائلي اللي موجود عند أهلها بتصير الفرصة أكبر فرصة أكبر بكثير فلذلك وكمان إحنا بنعرف والدراسات كلها بتثبت أنه الأطفال اللي بيبدأوا بزيادة الوزن وهم في عمر الطفولي هذا بيستمر معهم وهم كبار صح عشان هيك هذا معناته أنه إحنا بناكل بشراها بيزيد وزننا نصير معرضين نصير عرضة أكتر هنا هذا وقت مهم للتدخل من العائل يعني أصدك أنه مش موضوع السكر أو الحلو اللي بناكله بشكل مباشر ممكن يعمل سكري لا بس تطورات الموضوع نعم لو أنا بتتودفين أنا كل يوم باكل حبتين وثلاثة شوكارات وحلويات البيت وإلى آخره والأكل هذا كل يوم رح يتحول إلى مشاكل إلى دهون والدهون مشبعة وهذا الدهون تروح تقعد في الكبد ونصير معرضين لمقاومة نصير ونصير في عنا سكري نعم كيف تكتور محمد هذا بيخدني لموضوع مهم جدا كمان والإخوة المشاهدين طبعا بقول يعني هو لو أنا وجهة نظري لو الواحد بس يأكل حلو كتير بودوا ينصاب بالسكري وبس كويس أسيري أنا شخصيا موافع هي المصيبة أنه زي ما حكينا أنه هذه السكريات بتحول لسمنة السمنة ياريت هي بس مربوطة بموضوع السكري طب ما هي راح ترفع الكوليسترول راح ترفع الضغط راح تعمل مشاكل في الخساقين في الرجلين فأصبح هو في الشرايين أصبح هو عم بحط على حاله قم بلي موقوتها بكل عوامل الخطر ونحكي له احنا مهم عالي هذول السكري والضغط والكوليسترول عالي وبتم يجوه ربع عضي بالنسبة للأخ علاء بيسأل سؤال برضو جميل أنه احنا بنحكي عن العامل الوراثي هو عامل رئيسي وأساسي هو الإنسان سليم يعني هو أو غيره مع وجود العامل الوراثي إذا كان في زيادة في الوزن إذا كان في قلة حركة لازم يبدأ المريض يفحص من عمر 25 سنة نعم من 25 ل40 كل ثلاث سنين مرة بعد ال40 كل سنة مرة هل هذا يتطلب أنه يفحص يعني مرة تانية من 25 ل40 مطلوب منك تفحص كل ثلاث سنين مرة طبعا شريطة أنه يكون القراءة سليمي يعني طبعا مرتفعة سنة كمان ثلاث سنين لا لا طلعت سليم يعنات وأنا بستنى ثلاث سنين والسليم اللي حكينا عنه اللي هو بعد 8 إلى 10 ساعة تصيام أقل من 100 سكر السؤال هل هذا يتطلب أنه يعمل فحص السكر لحاله ولا السكر والتراكمي لا السكر العادي نحن بدنا نكون أكثر يعني تساهلا بحيث أنه فحص دقيق وفحص سهل وفحص حتى مديا غير مكلف الفحص العادي منطق منطق يعني هذا من درجة تحت إطار الفحصات الدورية ونروح لأم شوقي من رمالله مساء الخير يا أم شوقي يسعد مساكي في الحالة أنا تمام إن شاء الله تكوني بخير يا رب الله يزعني يا رب يخليك أنا مع سكري نعم مع سكري مع ضغط ومع كده ومع تراكم وكل شي عندي قديش عمرك يا أم شوقي عمر 72 سؤالك إيش بدك تسألي عندي السكري داما بسلميتها بصيرتها خبية يعني أصدك السكري مش منتظم يعني بتاخد الدواء بتاخد العلاجات وغير منتظم شو أعمل صح؟ أيوة طيب بختان عندي هذا الغدد الكفة الدنيا هذول إيش ماله؟ الغدد آه اللي كفة الدنين هذول اللي بكفة الدنين؟ آه مالهم دائما بوجعوني طيب ماشي سلامة قلبك يا أختي سلامتك سلامتك يا أم سلامتك ملاك من رمالله مساء الخير السلام عليكم وعليكم كيف حالك دكتور؟ أنا كويس لك تكوني بخير يا رب الله يسعدك سعيد قلبك دكتور بدي أسألك أنا طالب التوجيه من الفحص بيتولف طلع عندي مستوى كتير مثل بني طلع قديش؟ 84 فأنت هلأ بتقولي لأبوك وإمك اسكت وأنا مش عارفة أدرس مش عارفة أركز عشان البيتولف تبعي أنا نازل وأنا وضعي صعب صاح؟ لا أبوك رسول الله شطورة قدع ماشي راح أجاوبك على سؤالك راح أجاوبك أنا والدكتور محمد طبعا بيتولف 84 هو رقم واطي وواطي جدا 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 وبحاجة إلى علاج مستعجل على سريع جاوبك لازم تروحي على دكتور تاخدي مجموعة من الإبر مش الحبوب ما راح ينفعك الحبوب لازم تاخدي مجموعة من الإبر وانت على وجه توجيهي مهم جدا أنه تحسن البيتولف مش راح تحليه إلا من خلال زيارة طبيب وإبر حبوب على الفاضي على رقم 84 ولا لا دكتور محمد أورا بحاجة إلى إبر خاصة أنها هي مقبلة على توجيهي نعم بساعدها مصعب من تقوع مساء الخير خير سعد مساكي تفضلي دكتور لازمكت معي السكر التسعين السكر ما له نزل لتسعين معا مش أقدر أسمع نزل لتسعين نزل آه نزل لتسعين ليش وكان قديش طيب عشان ينزل بيكون 250 لحاله هيك من الله يعني بيكون 250 طيب ونزل لحاله ولا خدت دوا نعم خدت دوا بس نباخد درتي وبشتب جعدة جعدة يومي يومي بشتب جعدة طيب سؤالك دكتور حين أطراف عزان خدرانة حسين السابع جاي عزان خدرانة أطرافك خدرانية آه وكمان يعني صار إلي بطن إليك بطن قديش عمرك في أربعة وخمسين كام أربعة وخمسين أربعة وخمسين طيب ماشي مفهوم سؤالك برضو أنا مش يعني مش عارف كيف بدو ينزل بس يعني من هنا نشوف الدكتور محمد شو رأيه بهيك موضوع آه معنى حدا يا أخوان معنى ش حدا بالنسبة لعلا إحنا جوابنا وقلنا بالفحوصات الدورية يجب أن تتم للإنسان السليم والصحي كل ثلاث سنين مرة ما بين سن خمسة وآخر من 18 سيد روح من 18 لأربعين سنة إذا كانت النتائج طبيعية وبعدك كل سنة أم شوقي بتسأل الدكتور أنه وهذا من المشاكل الشائكة في موضوع السكر هو أم شوقي اللي هي غير منطبة هاي الحالة الفلسطينية كل المرضى نعم بالضبط هذه هي المعاناتنا إحنا مع المرضى إحنا أول إشي بنحكي له أنه عملية علاج السكر هي عملية مستمرة يا أم شوقي نعم يا حجي العملية ما بتتوقفش عندي رأي لمرة واحدة أو رأي ليوم واحد أني أنا هستبدأ أحكي لك اعمري هيك وهيك نعم المتابعة المستمرة هي الأساس لازم تكوني خاصة في هذا العمر مع وجود سكر غير منتظم تحكي لي 200 و 300 وجود كلا بدك تتابع طبيبك بحيث أنه يقدر يغير ونظم الأدوية وإحنا مثل ما حكينا كل مريض له قصة أخرى بس غالباً غالباً أنا أعتقد أنها هي جزء تستخدم الإنسلين أو هي بحاجة إلى الإنسلين بس بحاجة إلى ترتيب الأدوية وشو الجراعة المناخذها وشو المتابعة وقدشينكويس حتى نطلع بأحسن صورة ممكن خطورة ما نتحدث عنه في السكر الغير منتظم هو أنه ممكن المريض يرتفع عنده السكر فجأة ويدخله في حالة أحياناً كنت تخذ في غيبوبة كمان وهذا بيجي نتيجة طبياً يعني وحسب وجهة نظري أنا كمان وجهة نظر الدكتور محمد أكيد نتيجة الإهمال من نفس المريض بأنه يعني هو بيأخذ الدواء تمام بس ما بيتابع الدواء هذا قد يكون كان فعال لفترات معينة وبعديك صار بحاجة إلى إضافة جرعات جديدة إضافة أنواع جديدة اليوم أنا شفت مريض غاب عني ثلاثة سنين كان أنا أتذكر أنه آخر مرة شفناه كانت تراكم حوالين ثمانية اليوم أجد تراكم اثنان ونص ليش أجد طبعاً كمان لأنه راح دكتور العيون قالوا ليه نترجع على طبيب السكر لأنه العيون صارت متأثرة هذا اللي بدناش نوصل له إحنا دائماً فبالتالي عدم انتظام السكري هو ممكن يدخل المريض زي ما قلنا في غيبوبة بيزيد الضرر اللي موجود وبشكل خطر حقيقي على العينين على الشبكية على الساقين والمشاكل هاي راح نجاوب إم مصعب ولكن ناخد إم محمد من بيت لحم مساء الخير مساء الخير يا أختين يعطيك لعسل وتمحت بدي أسألك أنا فحصت من شيء أسبوع فحصت تكر عندي قلنا 82 82 طب ممتاز قداش عمرك انت 21 21 سنة وإم محمد طيب عظيم الحين يوم ببحث صبح ريقي بكون ناشف كتير ريقي ناشف كتير الصبح من متى هذا؟ من صار له شهر يعني زمان صار له هيك اي شيء وبحثت السكر يوم يوم مثلا بحفت اشي بل ساعة لطوب بلت كل اشي يعني عشان هيك مش عارف شو السببات سوادت بحص البيت ويل بل انتشي ميح سوادت بحص للغدة الدرقية أحكولي كل شي ميح له يعني انت سؤالك انه انت بتنسي ولا نشفان ولا ايش بالزبط نشفان لليك احكولي انك ان عندك سكري ما فيش عندي سكري ماشي ماشي تابعينا يا محمد وواحد وعشرين سانية عما سؤاليتي فيش عندك سكري حتى لو عملتيش الفحص والسلام عليك نعيم مساء الخير سلام نور بسعد مساك الله يسعد مساك انت والدكتور كمان يسعد قلبك وخليك تفضل سؤالك انا جديد بير معي سكري فحص السكري طلع عندي متين وثلاثين والمخزون طلع عندي ثمانية والحمد لله بتعالج وبالتحمى بس اسألك نسبة للشمام بقولوا الشمام كويس كتير للسكري هذا مضبط ولا لا الشمام كويس كتير للسكري نعم طيب ماشي ادي عمرك ادي عمرك ادي عمرك يا نعيم السبعين الله يعطيك الصحة يا رب الله يعطيك الصحة وعلم سلامي وتابعنا ان شاء الله معنا حدا يا اخوان طيب بدي ارجع بس لنعيم بدي ارجع من عن نعيم من عن نعيم لانه موضوع الشمام استفزني شوية الشمام هو كله سكر يا نعيم نعم بس احنا بناش نحرمك من الشمام اذا بتاكل لك يعني بالموسم قطعة شمام صغيري لا بأس يعني الفاكهة هي مليئة بالسكر كل انواع الفاكهة فيها سكر ما في فاكهة فيش فيها سكر صحيح كلها فلذلك والشمام والبطيخ ويحن المقبلين عليها جدا كلهم سكر يعني وعبارك انك سفنجي انت وحاطط عليها عبيها سكر اه بس كمان بدناش نحرمه اي لك بتاكل يعني لو صحيح انت عندك حصة فاكهة في اليوم مثلا تقدر تاخدها شمام دك تاخدها بطيخ لكن هو مش مليح مش انه مليح للسكر او انه من الفاكهة الكويسة للسكر لا طبعا لكن برضو بدناش نحرمك من انك تاكل الشمام لكن بابتزان يعني لما بقول الدكتور محمد لك وجبة فواكه واحدة يعني مش 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 مليح ومش بطيخة لا طبعا لا طبعا حصة حصة يعني جزء صغير يعني ندفي يعني عشان الدوق بس يعني شم ولا الدوق يعني بما معناه بس انا كمان بقول مرضى السكري بحاجة اللي مراجعة دوما مراجعة التغذي اللي هو بكمل عملية العلاج اللي بيقوم فيه الدكتور محمد وهذا مهم جدا للحفاظ على منسوب سكر صحيح يعني ممكن تاخد الدواء وتروع عنده الدكتور محمد ويعطيك احسن ادوية في العالم وتلاقي ان الموضوع مش ظابط معك هذا بيكون ناتج عن خلل في السلوك التغذوي تبعك اللي هو بحاجة لاخصائي التغذي بالنسبة لانه مصعب دكتور بتقولك انه يعني كان عندها متين وخمسين نزل لتسعين ومن غير ادوية وبتشعر الان باخدرار يعني هذا كمان هو الشوء من اللي دائما بنسمعه احنا موضوع اللي هي الاعشاب وتأثيرات جادة يعني هي بتكلمتلي عن قراءتين ممكن كان متين وخمسين وثاني يوم صار صبح مثل ما حكت نازل لمية او مية وعشرين او ثمانين هذا مش معنى انه الجعدة هي التي اثرت وهي علاج خذي جعدة يا اختنا ام مصعب زي ما بدك لكن هذا لا يغني عن العلاج خاصة انه هي حكت انه عندها نمنامي وخدران في رجليها هذا بمعنى انه يبدو انه صار حتى فيه تأثيرات للسكر ومضاعفات عليها واللي صار محا الخدران ومن السكر من السكر لتؤثر على الاوعية الدموية والاعصاب الموجودة بالاطراف لذلك هذا مش معناته انك تركني انه بس لانك اخذت جاعدة صار نزل لاثنين وثمانين او خمس وثمانين او تسعين نعم لازم برضو التابع لانه هاي ممكن تكون مجرد قراءة واحدة يعني وممكن يكون اصلا الجاز اللي قرأتي فيه في البيت غلط كمان يعني ليش انت اعتبرتين انه صح فيش اشي بالعائل بقول انه بيوم وليلي بده ينزل من مئتين وخمسين لتسعين لا طبيا يعني الا قدرة رب العالمين طبعا اللي انا بتدخلش فيها رح نرجع نجاوب باختنا من محمد بس ناخد اخر اتصالين معنا بعرفش اذا في غيرهم محمود او محمد من يعبد مساء الخير مساء الخير مساء الخير مين معي مساء النور بتشمعك الزينب كبخة زينب تفضل يا اخت زينب حماتك عندها سكري اه بوصل تلتمية عندها بوصل تلتمية طب تاخد علاجات بتاخد ادوية يا اختي بتاخد علاجة بتاخد ادوية انسولين لو انا سألتك يا زينب متى حماتك زارت طبيب اخر مرة عشان الموضوع هذا عشان موضوع السكر يعني اخر مرة باول الشعر كل اول الشعر بتروح انتك تود يعني ملتزم ومع ذلك مش منتظم صح ايض ما حكو زميننا او طبيب لمعالج بكل عادي يعني لأنها بكل عادي هي من زمن وهي صغيرة بقولك أن الرقم عادي يعني عادي أه أه بدا من الرقم عادي شوي ما بعرف أنا بجوز عادي بس هو دكتور آه يا سيدي سعد مساك يخليك ربي علاج إيش علاج القلون العصبي علاج القلون العصبي طيب ماشي شكرا لاتصالك شكرا 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 بتجاوبوا برضو القلون العصبي آخر الحلقة راح أجاوبك نرجع لأختنا أمي محمد اللي عمرها 21 سنة واللي بتقول أنه عاملة سكر والبيت ولي بكله تمام تمام بس عندها نشفان في الريء وبتشعور بأنها بتنسى كتير إلو علاقة بالغداد غالبا لا بأنه كما أنا عاملة في حص الغداد درقي طالع طبيعي 82 سكر طبيعي هذا لا يفسر النشفان بدنا ندور على بعض الأسباب الثانية بهمنا كمان في بعض الأحيان بعض أنواع الروماتيزم ممكن تعمل جفاف صحيح ويعني في هذا العمر الموضوع قد يكون قريب إلى الروماتيزم وقد يكون تغيرات التقصي يعني في الفترة قد يكون مسألنا هاش إحنا كمان إذا كانت هي ناصحة أو ناصحة مش ناصحة يعني في بعض الأشياء إليه لكن من ناحيتنا إحنا 82 رقم طبيعي فهذا معناته أنه ما عندها سكري ولا يفسر نعم والنسيان طبعا نعمة النسيان هذه نعمة من عند رب العالمين بس كترة النسيان أنا مش عارف ليش الناس كلها ربطينها في البيتولف هو البيتولف يعني ترك كل الأعراض وبدو يدوء بس في أنك أنت تنسى يا إخوان البيتولف ممكن يؤدي ممكن بس في مراحل متقدمة كتير يعني لازم يكون فيه أعراض كتير قبل موضوع النسيان اللي مش دارس في التوجيه بقول لك البيتولف واطي اللي نسي اسم مرته وما جملهاش هدية بقول لك البيتولف واطي اللي نسي الشارع تباحهم بقول لك البيتولف واطي عملية النسيان هي عملية مرتبطة بعملية التركيز بمعنى أنه أنا لما أجي أحط الألم هذا هون قدامي إذا أنا كنت مركز في اللي بعمله ومش مشغول مخي بأشياء تانية راح أتذكره بعدين بس إذا أنا بدي أحطه وأنا بفكر في دكتور محمد وبفكر في الكاميرا وبفكر في المخرج أكيد راح أنسى بعد شوي وين حطيته فمش كتير تربط المواضيع بالبيتولف بالنسبة لل الزينب الزينب تحكي عن حماتها 300 غير منتظم وطبيب بقول لها ما أعتقدش أنه فيه طبيب بقول هيك بس يعني جدلا شو لازم يعملوا هي بتراجع بشكل دوري يعني هي الموضوع يبدو أنه بده تعديل في الجرعات 300 هذا رقم عالي يعني حتى لو كانت كبيرة في السن وحتى لو كان له السكر معاها السنين أكثر بالحكس إحنا الآن مهتمين أكثر يعني هي عرضة للمضاعفات فذلك الرقم 300 أبدا هذا رقم مش مقبول مش مقبول وبحاجة لتعديل الجرعات فيه كان معي سؤال برضو سؤال مهم حكينا عن الأدوية ومش راح نفوت يعني في الجرعات لأنه هذا كل حالة مرضية هي حالة بحد ذاتها الأكل التغذية هي جزء رئيسي وأصيل من علاج السكري شو لازم نعمل لمريض السكري بذلك يعني أنا بقول بشكل كل أقل يعني أنت أنا شو كنت أكل لو صار عندي سكري هاساعة أنا شو كنت أكل خلال مبارح اليوم دي أصير أكل على الأقل المص بشكل طبيعي متحرمش حالك من إيشي إحنا أنا بحكي للناس بهذا الشكل الببس والعصير بنحبهم مش حتى العصير الطبيعي هذول إلهم مشاكل كبيرة الإيش الثاني زيت الزتون من الأشياء المهمة اللي بنستخدمه إحنا في أكلنا بمرات كثيرة برفع السكر كثير برفع السكر زيت الزتون هاي حقيقة جديدة زيت الزتون برفع السكر كثير وإحنا بنستخدمه بكثرة لأنه مرات أنت الصبح كل الأنواع اللي بتكون أمامك كله زيت الزتون يعني زيت الزتون برباكم منه هذا بدون أنتبه الخبز الأسود والأبيض الأسود لا شك أنه أحسن من الأبيض لكن مش أحسن لأنه في سعرات حرارية أقل أحسن لأنه أبطأ في عملية الامتصاص صحيح فهو بريح المعدي فلذلك إذا تحصرت خبز أسود أفضل لكن برضو الخبز الأبيض يؤدي الغرب نعم وبرضو بنقول لهم نصيحة أنه يعني مش غلط يراجعوا أخصائي تغليم طبعا هم جدا مفيدوهم بشكل وابع سؤال معي من أحد الإخوان بوسأل تأثير مرض السكري على الجنس عند الرجل أو المرأة يعني عند الرجل بشكل واضح هو من العوامل المهمة الأساسية من الضعف الجنس سواء الضعف الرغبة أو الضعف القدرة عند الرجل وهذا قد يبدأ حتى مبكرا وبالمناسبة واحد من الأشياء المهمة اللي داما بتجيب الرجال أنه ساعدة هم أكثر اهتماما في حياتهم الصحية من الرجال اللي بتخلد أصدق المريض يروح عن طبيب هو الضعف الجنس هل تأثيره على الجنس هو يبدأ من بدايات المرض ولا كمضاعف لا هو يبدأ من البداية يبدأ من البداية وبيصير التحكم فيه ورجوعه سهل لكن إذا أجي بعد 10-15 سنة والأمور صارت أمور السكري كثير سيئة بيصير هنا خياراتنا صعبة يعني ممكن أصدي الفكرة السؤال يعني ممكن حتى لو صار في عنده المريض الرجل مشكلة في الجنس نتيجة السكري في البداية ممكن استرداد العافية طبعا بشكل طبيعي إذا تم ضبط الأمور بشكل منطقي هو بيراحب بسرعة معظم الرجال أول ما يتحسن السكر ويأخذ بعض الأشياء المفيدة في هذا الموضوع ترجعك ودرته في الوضع الطبيعي دكتور محمد قبل ما نختم حلقتنا إحنا يعني موضوع ضخم موضوع بده أسنين وإحنا نحكي فيه حكينا بشكل رئيسي على الأشياء الرئيسية نصيحة بيوجهها دكتور محمد لكل المرضى السكري السكري سهل إذا أحسننا التعامل معه نعم صحيح أحسنوا التعامل مع السكري وبدنا نتقبل ونحاول نتغلب على المضاعفات بشكل كبير وإلا بده يكون هو لا سمح الله دمار وخراب على جسمنا على كل أعضان فلذلك تابعوا طبيبكم انتبهوا لحالكم كلوا أقلوا ويمشوا أكثر وخذوا أدويتكم بانتظام وإن شاء الله أنه ربنا يعطيكم العافية والصحة دائما دكتور محمد أشكرا جزيلا شكر حلقة ممتعة معلومات قيمة وزيت الزتون لازم ندير بالنا منه لأنه معلوم جديد أنا بالنسبة لأيلي وأكيد لكثير من المشاهدين وزيت الزتون هو عنصر رئيسي في أكلنا أشكرا جزيلا شكر دكتور محمد أعزائي المشاهدين أبي من اختم حلقتنا اليوم نرجع ونقول ونأكد على أنه مرض السكري ومرض مزمن وليس قابل للتفاوض ولا للحديث معه إطلاقا هو مرض مزمن غير قابل للتفاوض بمعنى أنه بمجرد التشخيص يجب أن تبدأ بالعلاجات وإذا بلاجت بالعلاجات لا يجب أنك توقف العلاجات إطلاقا إلا بقرار طبيب إذا سمح لك أصلا لأنه مش رح يوقف لك إياه وإذا كان فيه هناك انتظام أو ضبط هذا السكري تحت تأثير العلاج ما بيزبط نوقف العلاج لسبب واحد بسيط أنه تم ضبط السكر نتيجة العلاج اللي بتاخده فبالتالي إذا وقفت العلاج وهذا بيصير كتير مع المرضى وبدخل المرضى أحيانا في مشاكل صحية خطورة السكري ليس في وجوده خطورته في إهماله خطورته في مضاعفاته التي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى مشاكل صحية كبيرة جدا عالميا هناك العديد من يعني يعتبر سابع سبب للوفاة السكر يعتبر سبب مباشر للوفاة في كثير من البلدان فعشان هيك يجب أن نحافظ على صحة سليمة والسكري بشكل بسيط جدا زي الطفل الصغير دللته برد عليك بطيعك حاولت أنت عنده رح يلقنك درس إلى أبد الأبدين في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشف وطاقي من العمل معي أشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر